دايماً نهاركم جديد نهار سعيد وخصوصاً بعد أجازة يارب تكون مليئة بالطاقة الإيجابية اللي تخلينا مستعدين للإنجاز وكل شؤون حياتنا إن شاء الله في الأيام اللي جاية طيب خلينا بقى زي دايماً ما تعودنا من وقت للتاني بناخد تفاصيل أكتر عن التقص من دكتور علي قض خبير الأرصاد الجوية أهلاً بك يا دكتور وصباح الخير أهلاً كل أستاذ المشاهدين أستاذ أسراء أهلاً بحضرتك يا دكتور عايزين برضو ناخد نفذة سريعة عن زيارة الرئيس لبرلين طبعاً هو موضوع مؤتمر المناخ في الحقيقة أن أستاذ الرئيس الجمهورية في برلين وألمانيا عشان الإعداد لمؤتمر كوب 27 اللي هنعقد على الأراضي المصرية في نوفمبر القادم وده طبعاً فيه استراتيجية مصرية موضوعة للإعداد لهذا المؤتمر من ضمنها تخفيض نتب الإنبعادات الكربونية عن طريق طبعاً النشارية التي تكون بها الحكومة المصرية في تنفيذ القطاع أو الحد من اتفاع نتب ذات الكربون وبيادة المسطحات المائية والمتاركة الفعالة بين حكومة ألمانيا وحكومة مصر والبيادة السياسية على أراضيات السياسية برئيس الجمهورية وده طبعاً علشان نستفيد من مؤتمرات المناخية اللي انعقدت في ألمانيا منذ 2010 والمشاركة الفعالة في استخدام طاقة جديدة نظيفة طبيقة للبيئة طبعاً بديلة للطاقة البداية التي تسبب ارتفاعات في نسبة غازات الاحتباط الحلالي وغازة نمسيلي الكربون والمؤتمر طبعاً اللي بيعطره السياسية الجمهورية معاه وقت بعمل مستوى العالي رفيع طبعاً موجود مع سيادته الدكتور أمح شوكري وزير الخارجية ووفود أخرى لوجود شراكة مصرية الألمانية في تجهيز للطاقة جديدة نظيفة طريقة للبيئة صحيح طيب دكتور علي دينا تفاصيل أكتر بقى عن حالة التقصي النهارد ومدى ارتفاع درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية الحقيقة أنه فيه طبعاً ارتفاع في درجة الحرارة شاهدناه بعد انتهاء فترة العيد وطبعاً دي درجات الحرارة الطبيعية في مثل هذا الوقت المستانية لكن تتجاوز المعدل الطبيب حال درجة أو درجة أكترين وبالتالي الطاقة بنصف الطاقة شديد الحرارة على أغلب عن حال الجمهورية دينات التواحل الشمالية ده بيكون في فترة الظاهرة نتيجة للخطة الهوائية اللي بمأثر بها وهي المنقفض الهند الموسمي واللي بيسود منطقة المنطقة المتوسطة وبيمتد تأثيره لجنوب غرب القرى الأوروبية ويمكن واضح من خلال الأيام الماضية أن فيه ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة على غرب أوروبا في أسبانيا وفرانسا ومدريد ونقدر نقول أن هذه الاتفاعات نتيجة لأيضاً تأثير الصغارات المناخية على هذه المنطقة التي تطول معظم دول العالم السناء الجليد بتنخفض درجات الحرارة من المنطقة العربية والطبس بيكون معتدل على أغلب الأنحاء ولكن ارتفاع رطوبة نسبية بيقلل من إحتاسنا بهذا الاعتدام الظاهرة المؤثرة هتكون الشبورة المقاية على الطرق الزراعية في محافظات الوجه البحر والصاهرة ودي بيكون تأثيره واضح في مناصف الشمالية نصيح لكل استادة قائد المركبات القيادة الهدوء على هذه القرى دكتور علي للأسف أثناء أجازة العيد سمعنا عن كتير من حالات الغرق بسبب كمان ظاهرة المد والجزر وارتفاع الأمواج فأنا عايزة حضرتك تحذر كل المشاهدين في كل مكان اللي بيستمتعوا بالشواطئ عشان يخلوا بالهم من الظاهرة دي بس يا سيدة أتراك الحقيقة أن فترة العيد كان درجات الحرارة منخفضة كنا متأثر بفتة الهوائية قادمة من وسط وجنوب القرى الأوروبية وعادة الفتة الهوائية دي لما بتمر فوق البحر بتكون سرعة رياحتها مرتفعة بيؤدي إلى اتفاع الأمواج ليس المد والجزر فقط ولكن هي سيارات مائية نتيجة للرياح النشطة المؤثرة على منطقة البحر المتوسط لذلك كانت حضر البحر المتوسط أو السواحل المصرية تحديدا في شمال مصر كانت متأثرة بهذه السيارات الهوائية وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط البحر الأحمر كان مختلف لأن طبعا الرياح فيه كانت شمالية غربية وبالتالي سرعات الرياح كانت معتدلة في البحر الأحمر لكن طبعا احنا دلوقتي فيه رياح معتدلة وبالتالي اتفاعات الموج هدئت شوية المادة والجزر ده بيكون مدى فيه بعد الغروب لكن وقت الظاهرة عموما بننصح للسادة كل السادة مصرطين عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة حلصا على سلامتهم لأن طبعا فيه اتفاعات في درجات الحرارة مع السعر الطوبة وهي ممكن تسبب إجهات حرارة لكن النصيحة أيضا لما يبقى فيه اتفاع الموج في مثل الرياح الشمالية الغربية نقدر أن نقول لهم ما تتتجاوز الشاطئ لأن السحب بيكون عالي زي ما المدى عالي تمام أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لك أنا برضو عايزة أن يشت كل مشاهدينا في كل مكان خلوا بالكوا كويس جدا من أي شاطئ أنتوا رايحين تقضوا فيه الأجازة تحديدا في السواحل الشمالية اسكندرية مطروح فيه شواطئ معينة في اسكندرية زي النخيل شواطئ العجمي مجهة عالي في سحب فخلوا بالكوا كويس جدا وربنا يحفظ حضرتكم جميعا تعالوا بقى نروح لفقرة زي النهاردة زي النهاردة بقى من عام 2020 حصل إيه؟ كان عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا كان بيتخطى حاجز الأربعة عشر مليون شخص حول العالم تخيلوا بقى حضرتكم أنه إحنا من سنة كنا فعلا عندنا أو من سنتين كان عندنا أربعة عشر مليون شخص مصابين بالكورونا حول العالم وربنا يحفظ حضرتكم وتوخوا الحظر لأنه في موجة قادمة وكل العالم بيشهدها فربنا يحفظ حضرتكم وخدوا إجراءاتكم الاحترازية كمان من موليد النهاردة عام 1918 كان مين كان نيلسون مندلة زعيم ورئيس جنوب إفريقيا العاشر والملاقب أشهر سجين سياسي في العالم وكان أول رئيس زاد بشرة صمراء لجنوب إفريقيا وانتخب في أول انتخابات متعددة وممثلة لكل الأعراق أثرت فترات حياته الكثير من الجدل وتلقى الكثير من الإشهادات بمواقفه المتعددة للفصل العنصري وكمان أسس دستور جيد ولجنة للحقيقة والمصالحة للتحقق طبعا من انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وكمان عرضت إدارته العديد من التدابير الخاصة بالتشجيع للإصلاح الزراعي مش بس كده كمان كان بيهتم جدا لمكافحة الفقر والتوسع في الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية كمان ان هو تلقى الكثير من الجوائز تقريبا كده 250 جيزة منها وكان من أهمها جيزة نوبل للسلام ده كان 1993 وكمان حصل على ميدالية الرئاسة الأمريكية للحرية وكمان بيتمتع نيلسون مندلة بالكثير من الإحترام العميق في العالم بشكل كبير جدا وتحديدا كمان في جنوب أفريقيا وكانت كل الناس بتشهد به وتحديدا كمان عشرته وكان في كتير جدا من الأحيان بيوصفوه أنه هو أو بيولقب بأبو الأمة طبعا أكيد حضراتكم عارفين نيلسون مندلة النهاردة كان تاريخ ميلاده وهو شخصية فعلا ملهمة لكتير من الناس تعالوا بقى نروح لأخبارنا النهاردة وأول خبر عن الحكومة بتقولك أنه ضم أكتر من 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة خلال 2023 و2022 وده طبعا كان فيه ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحماية الاجتماعية اللي بتستهدفه طبعا الحكومة من خلال العام المالي الجديد قالت لك أنه طبعا تم ضم أكثر من 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة وده طبعا دعما لفئات الفئات الأولى بالرعاية حسب ما أكد طبعا البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيت لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة بيوضح البيان المالي أنه بيستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وكمان بتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة أما برنامج كرامة فبيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنجز أو حتى تنتج وبتكون غير قدرة على الكسب زي كبار سن من سن 65 سنة فأكثر وما لديهم عجز كلي أو إعاقة بتمنعهم عن العمل ده كان أول خبر معينا هنروح للصحة مستشار وزير الصحة بيقولك أنه في 49 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا وده الكلام اللي أكد عليه المستشار يسيم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات قال أنه الأعداد في الإصابات بكورونا ليست مثل الأعداد في الموجات السابقة وأنه المصابين لا يحتاجون للدخول إلى المستشفيات لأن شدة الإصابة الحمد لله أقل وأضاف أيضا أنه حتى اليوم تم حصول 49 مليون شخص على الجرعة الأولى و35 مليون شخص حصلوا على الجرعة الثانية وأكثر من 6 ملايين حصلوا على الجرعة الثالثة والذي الجرعة التنشطية ووصلنا طبعا إلى رقم جديد أو رقم جيد جدا في الحصول على اللقاحات وجميع اللقاحات متوفرة في مصر وكمان لدينا منظومة لتحديد الأولوية للحصول على اللقاحات هنروح لشؤون البيئة اللي بتعلن عن الانتهاء من كافة التجهيزات لمؤتمر المناخ خلال أكتوبر وده الكلام اللي قاله الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة قال وأكد أن رئيس الوزراء بيتابع عن كثب وبشكل دوري بيتابع التطورات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر المناخ وأضاف أنه طبعا إحنا بنسير على الخطة التنفيذية وبيتم متابعتها أسبوعيا مع كل الجهات المعنية بالدولة وده طبعا في أول أكتوبر أو في منتصفه على الأكثر سوف ننتهي من التجهيزات الخاصة بمؤتمر المناخ وسيكون قبل بدء المؤتمر بفترة كافية وتابع أيضا أن المؤتمر بيؤكد على وجود مصر على الساحة الدولية وأنه هناك قضايا مهمة خاصة جدا بالدول الأفريقية والتركيز عليها طبعا أكثر على المنح من القروض يلا نروح للقطن ولكفر الشيخ كافر الشيخ الأولى في زراعة القطن على مستوى الجمهورية بمية وسبعة ألف فدان وده الكلام اللي أكد عليه وقاله اللواء جمال نور الدين قال أنه محافظة كافر الشيخ بتتسم بتنوع طبعا في المحاصيل الزراعية وبيتم متبعتها من خلال حملات وقوافل ميدانية من مدرية الزراعة بكافر الشيخ وأكد أنه تمت الزراعة بطبعا بأنه وصلت زراعة القطن في كافر الشيخ إلى مية وسبعة ألف فدان قطن منهم تمانية واربعين ألف فدان قطن أكثار وتم زراعتهم طبعا ببيلة والحمول ومطبوس لتكون المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في زراعة القطن طيب تموين إسكندرية بتقولك أنه معظم المخابس بتعمل بالغاز الطبيعي وهو ثابت السعر وده الكلام اللي أكد عليه محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية قال إن تكلفة إنتاج الخبز المدعوم بيتم إحتسابها ومراجعتها دائما من كافة النواحي سواء كان من الكهرباء أو غيرها من العناصر ولكن بالرغم من تحريك سعر السولار فإن نسبة كبيرة جدا من المخابس لم تعد تعمل بالسولار وأصبحت تعمل بالغاز الطبيعي وطبعا ظلت نسبة قليلة جدا منها لا تزال تعمل بالسولار ولفت إلى أنه جاري استكمال إعداد الدراسة اللازمة لتحويل بقية تلك المخابس البلغة نحو 200 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي في المحافظة ضمن خطة ضخمة جدا بتستهدف تحويل كافة المخابس على مستوى الجمهورية للعمل بالغاز الطبيعي وده طبعا لتوفير تكلفة الدعم الخاصة بالسولار موضحا أن طريقة احتساب استهلاك السولار بالنسبة للمخابس التي لا تزال تعمل به يتم على أساس 1 أو 10 ونص لتر مقابل كل جوال في الدقيق بيتم صرفها من محطات الوقود بأليات دقيقة جدا ومحددة بحسب استهلاك المخبز يلا نروح بسرعة لأخبار الرياضة وأول خبر في جولتنا الرياضية ثلاث مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز بتقام اليوم الاثنين ثلاث مباريات نارية في ختام منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يلتقي مصري المقصة مع امبي وفاركو مع استرينج كامباني في السادسة والنصف مساء وكمان الاتحاد السكندري حيلتقي مع المصري البورسعيدي في التاسعة مساء هنروح للخبر اللي جايه هو عن الأهلي بيكلف أمين الصندوق بحضور حفل الكاف بالمغرب وده الكلام اللي فعلا قرره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتكليف المهندس خالد مرتجة أمين الصندوق كلفه بالصفر للمغرب وتمثيل الأهلي في حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي محدد له إن شاء الله 21 يوليو الجاري وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الكاف للأفضل في 2022 وينافس الأهلي على لقب أفضل نادي فيتوريا بيؤكد وصوله القاهرة غدا وده لي لقيادة المنتخب بيصل البورتغالي المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول إلى القاهرة غدا الثلاثاء وده طبعا لبداية مهمته رسميا مع الفرعنة وده خلفا لكيروش وده الكلام اللي أعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تعاقده مع المدير الفني السابق البرتغالي وطبعا الناصر السعودي لقيادة المنتخب المصري الأول لأربع سنوات مقبلة يلا نروح لجولتنا العالمية وأخبارنا العالمية خلينا ناخد كمان تفاصيل أكتر عن الأخبار العالمية واللي أول خبر معانا فيها بيتكلم عن مخلفات زبائح الأضاحي هدر مادي وتلوز بيئي في الخرطوم وطبعا فور انقضاء عيد الأضحى وجدت العاصمة السودانية الخرطوم نفسها أمام تحدي بيئي كبير بسبب انتشار مخلفات الزبائح وجلود الأضاحي في أحياء من ضمنها طبعا أم درمام في الخرطوم والخرطوم البحري وطبعا بيتفاقم الوضع الصحي في العاصمة بالتزامن مع موسم الخريف والأمطار وحذر المجلس الأعلى للبيئة في الولاية من أنه مخلفات الزبائح المنتشرة على قارعة الطرق وفي مكبات النفايات بتزيد جدا من عوامل التلوث مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مما يسرع من توالد الزباب وطبعا انتقال الأمراض وطبعا الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة في ولاية الخرطوم أوضح أن الوضع البيئي المتدهور المتماثل في هذا الوضع إلى طبعا وجود حملات لجمع الجلود التي كانت منتشرة في العاصمة وطبعا ده شيء مهم جدا للقضاء على ارتفاع نسبة التلوث بسبب هذه المشكلة خلينا نروح للخبر اللي جاي وهو عن اندلاع سلسلة متتالية من حرائق الغابات في فرنسا اندلعت الأيام الماضية حرائق في الغابات في جنوب غرب فرنسا حيث التهمت أنيران نحو 100 كم مربع في مناطق كثيرة جدا مع ارتفاعات لـ 73 كم مربع وقالت السلطات في بعض الأقاليم في بيان لها أنه تم إجلاء أكثر من 12200 شخص من المناطق المتدهورة أو المتضررة فيما حاول أكثر من ألف شخص طبعا من رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق وطبعا نظرا لظروف الجوية ومخاطر اندلاع الحرائق منعت السلطات مؤقتا الوصول إلى منطقة الغابات بغرض ممارسة الأنشطة المهنية والترفاهية ويذكر أنه طبعا قد اندلعت سلسلة من حرائق الغابات في فرنسا خلال الأسابيع القليلة الماضية وكذلك في دول أوروبا مثل البرتغال وأسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة يعني نتمنى السلامة للجميع وزي ما حضراتكم شايفين أنه فعلا التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير جدا على كل أنحاء العالم وارتفاع درجات الحرارة بيؤدي إلى الحرائق طيب خلينا بقى كمان نشوف تفاصيل كتير عن أخبارنا النهاردة زي ما شفنا ووضحنا مع حضراتكم فيه كمان معانا خبر أنه واشنطن بتقولك أنه لا قيود على بيع معدات زراعية إلى موسكو وده الكلام اللي أكدت عليه الولايات المتحدة أنها لن تعلن عن حظر بيع معدات زراعية لروسيا ونفت مجددا تأكدات موسكو أن العقوبات الغربية وليس لها أزمة طبعا بالعلاقة بأوكرانيا وهي سبب الأزمة الغذائية العالمية وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في وثيقة رسمية بشأن الإعفاءات من العقوبات أنه لن توقف الصفقات الأمريكية المتعلقة بإنتاج أو بيع أو نقل معدات زراعية طيب دي كانت جولتنا العالمية في أخبارنا النهاردة خلينا بقى نروح لأخبارنا أو تفاصيل أكتر عن الفقرات الحوارية اللي هتكون معنا النهاردة هنتكلم مع حضراتكم في فقرة مهمة جدا عن صحة النباتات وإزاي نعتني بيها وكمان تأثرها أو تأثرها بالتغيرات المناخية دي فقرة فقرة تانية نتكلم فيها على الخط العربي مهمة جدا 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 والفئة المهتمة بيه وإزاي نحن لازم ندعم دايما وجود الخط العربي بكل أنواع وتفاصيل وهنعرف تفاصيل أكتر عنه فقرة تالتها هنتكلم فيها عن ظاهرة مهمة جدا بتحصل للأسف مش بس في المجتمع المصري ولكن في كل الأسر وفي المجتمعات على مستوى العالم هي موضوع ظاهرة العنف الأسري موجود وموجود في أي أسرة مهما كان مستوها التعليمي أو الثقافي أو الاجتماعي بس إزاي نتعامل مع هذه الظاهرة وإزاي نتصدى لها مش هنمنعها لكن ممكن نعرف نتعامل معها تفاصيل كتير إن شاء الله أتمنى أن حضراتكم تتابعوها معينا في فقراتنا الحوارية في نهاركم نهار جديد كل ده بعد الفاصل استنونا